فإذن يحرص على النافلة في البيت وهذا هو ما قصدته السنة لأن البيوت التي يكثر فيها من الصلاة يجعل الله فيها خيرا كثيرا وهذا تكلم عنها العلماء وتكلم عنها الصالحون وذكر بعض الناس يقول بعض الناس كان بيتي لا يخلو من مشكلة وجئت إلى بعض أهل العلم فسألني عن قيام الليل وعن الرواتب قال أنت مضيع للرواتب قال نعم ما أصلي إيش يا الرواتب قال له الرواتب قال له البعدية والقبلية وعلمه رواتب الصلاة القبلية البعدية وثانيا قال له أنت لا تصلي بالله أنت لا توتر قال نعم أنا لا أوتر قال إذن إلزم الرواتب وصلها كما صلى الله عليه الصلاة والسلام في بيتك وإلزم الوتر لا تتركه ليس منا من لم يوتر الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا أوتروا يا أهل القرآن إن الله ويتروا يحبوا إن الله أمدكم للصلاة إنهي خير لكم من حمور نعم وجعل لكم ما بين صلاة العشاء وما بين صلاة الفجر فيقول سبحان الله فإذا بأسبوع واحد وإذا بالبيت يختلف تماما وأخلاق الزوجة تختلف وأولادي يهدؤون والأمور تتغير فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا وخيرا نكرة وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جاعل له خيرا فهو خير فقد صدق وبر ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيوحى والله تعالى أعلم